تجميد وتشميع مكتب نادي روتاري بولاية غليزان من قبل وزارة الداخلية يعيد للواجهة ارتباط هذه منظمة مع نادي روتاري العالمي وعادت معها الصورة التي ألسقت بهذه الجمعية بأنها امتداد لمنظمة العالمية الماصونية وحتى التيار الصهيوني في العالم وكانت أسئلة كثيرة طرحت عندما قام نادي روتاري بتمويل النادي الرياضي سريع غليزان عن الجهة الخفية الممولة لهذا النادي النادي منظمة تطوعية للخدمة العامة أسسه في شيكاغو عام 1905 المحام بول هاريس وثلاثة من أصدقائه ويعني اسم روتاري التنوب لكون الاجتماعات كانت تعقد بصورة دورية ويهدف النادي في ظاهره إلى خدمة المجتمع من خلال توثيق صلاة بين الأعضاء الذين ينتمون لمهن مختلفة واتسعت عضوية النادي بمرور الوقت لتشمل حوالي مليون ومئتي ألف عضو في 32 ألف نادي من مئتي بلد ويتم ضم النوادي في مقاطعة معينة إلى ما يعرف بمنطقة الروتاري وفي الجزائر بدأ ظهور دور روتاري في الحياة الجمعوية بشكل لافت مع الوزير جمال والد عباس عندما كان يحمل حقيبة التضامن الوطني بدءا من سنة 2003 إلى غاية 2010 فقد أشرف خلال سنة 2008 على توقيع اتفاقية مع نادي روتاري تخص ضبط أدوار الوزارة والجمعية في تشييد وتسيير مركز مساعدة خاص بالمعوقين في ولاية بمردس وكان نصيب تمويل روتاري في هذه الاتفاقية التي أسالت الكثير من الحبر آنذاك ليس بسبب قيمة التمويل 30 ألف أورو وإنما عن التمويل في حد ذاته وذلك نظرا لالتساق صلة النادي بالمصنية العالمية إلى يومنا هذا وفي سنة 2008 أقيم حفل الاحتفال بذكرى تأسيس الروطاري العالمي وكانت المناسبة متزامنة مع إعلان مشاركة في نشاط إنساني تحت غطاء مؤسسة الأمير عبدالقادر ورفعت في الحفل الشعارات نشر مبادئ التسامح وقيم الحوار الحضاري وهي نفسها المبادئ التي يقول أعضاء روتاري دفاعا عن أنفسهم إنهم يؤمنون بها اشتركوا في القناة